دلوقتي أن نروح مع حضراتكم المجموعة من الأخبار خفيفة من برى مصر وتحديداً هيبدأ من الولايات المتحدة الأمريكية في صياد من ولاية مساب الأمريكية قدر أنه يمسك ويصطاد تمساح عمره 80 سنة ووزنه 410 كيلو جرام تم صيد تمساح في بحيرة في جنوب فلوريدا التمساح ده معروف أنه بيتغز على المشية اللي بتكون موجودة قريبة من البحيرة عشان كده الصياد قرر أنه يصطاد هذا التمساح ووثق عملية تصيد من خلال فيديو شاركوا على موقع فيسبوك خصوصاً أن الصياد ده متمرس في عملية صيد ديو دي تعتبر العملية رقم 9 في تاريخ الأرقام القياسية هاي أن الخبر ده كان يعني أثير عليه جدل يا شازي أنه طبعاً في يعني فيه انقسام فيه ناس شايفة أنه استياد التمساح ده كان يعني يعتبر فيه منفعة الناس اللي موجودة هناك لأنه كان بيأكل زي ما قلنا في الخبر كان بيتغز على المشية اللي موجودة هناك من المزرعة القريبة من البحيرة دي وفيه كمان بقى المناصرين لحقوق الحيوان شايفين أنه يعني مش مرحبين قوي بالخبر ده لأنه حتى هما بيقولوا تم استياد التمساح من غير منفعة حيوية للتمساح يعني يعني من غير حتى استخدام جلده ولا حتى أكل حتى عشان لأكل لحمه أو ما إلى ذلك بالزبط ولكن هما أصلاً كمان ضد الفكرة دي يعني ولكن يعني فيه جدل حوالي النقطة دي وانا الحقيقة مش قادرة أحدد يعني مين اللي كفيته أرجح وطبعاً نحن نحافظ على الناس أعتقد أنه ده أقمن حاجة يعني أو ده أفضل حاجة ومش عارف هل ممكن فيه طريقة أنه نقدر يعني ومش عارف هل فيه طريقة نحن نحقق المجفعة دي غير استياده أنا مش قادرة أحدد بصراحة يعني على أي حال خلينا نروح لخبر آخر وفيه خبير سيارات من أسيا استعان بقط من الشارع عشان يخرج فار دخل جواه عربيته والفار طبعاً بقى قطع كل أسلاك الكهربائية في العربية والفار يعني بقى مش عارف يعني خلص كل حاجة في العربية ومش عارف الفار يعمل إيه بعد جهة تاني وبقى كل يوم بيوثق فيديو وينشره على صفحته الشخصية في فيسبوك بيوضح معاناته مع الفار اللي قعد تحت غطى العربية وفيه الفيديو الأخير قرر يوثق لحظة استعانته بقطع عشان يخرج الفار على طريقة تومنجاري فاكر تومنجاري يا شازلي؟ فاكر بس الوقت خلاص الفرام ما بقتش تخافت من القطط زي زماني باش خاف من إننا احنا شخصية؟ ما بقتش تخافت غريبا أنه هو شايفه يعني هو شايف الفار أعتقد أنه كان فيه طرق كتيرة ممكن يستخدمها لأن في بعض الأوقات احنا متقاش شايفين الفار فار بقى جهة العربية بتسمع بس يعني انت بتسمع وبتشوف دليل على وجوده بس بتشوفه شواء شخصين قال له لو ما كان الراجل ده ممكن نستغنى على العربية نسيب العربية فترة؟ لا ما خلا مش عادر هترجعي مش هتلاقيها ما تفكرش انت هتسيبها فترة تجاه تقالف يعني أنا مش هقدر حتى لو بعد الفار ما طلع مش هقدر